نتواجد الآن في الجهة الغربية من مدينة تعز وتحديدا في منطقة غراب ونحن الآن في آخر النقاط التي تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني وكما تلاحظون أن ميليشيات الحوطي والصالحة الإنقلابية تقوم ولليوم الثاني على التوالي بمنع الناس من العبور عبر هذا المنفذ والذي يعتبر هو المنفذ الوحيد لمدينة تعز أيضا تقوم الميليشيات الإنقلابية ومنذ الأمس بمنع المواطنين حتى من العبور سيرا على الأقدام وأيضا تلاحظون هذه المركبات التي عادت بعد أن حاولت القيام بالخروج من المدينة وللمزيد حول هذه التفاصيل ينضم إلينا هنا ماهر العبسي أحد الراصدين التابع للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ليحدثنا عن الشهادات التي قام بتوثيقها من المواطنين الذين حاولوا العبور من هذا المنفذ نحن اليوم تواجدنا هنا في منفذ غراب هنا لنرصد شهادات الناس هل هناك حصار حقيقي هل المنافذ مغلقة أم مفتوحة أم هو تهويل إعلامي أخذنا شهادات من بعض فيهود العيان الذين ذهبوا إلى أولى النقاط للحوثيين في منطقة غراب أحدهم يتحدث أنه كان ينوي الذهاب إلى قريته ذهب إلى النقطة وجد أحد الجنود الحوثيين أشهر السلاح عليه وعلى صاحب الثلق وعلى عديدنا الناس وهددهم بأن يعودوا ولا سيرمي القناص أيضا هو كما يقول القناص أيضا رمى عليهم من التبة فاضطروا العودة مسرعين إلى مناطق المقاومة لأنهم منوعوا من الخلوق شاهد آخر يقول ذهب الصباح وهوساق درقة نارية يقول ذهب الصباح إلى هناك ليوصل أحد الركاب فوصل إلى المنفذ لقاء المنفذ مقطوع في الضفة الأخرى من المنفذ هناك حشود كبيرة من الناس سيارات وبشر ممنوعين من يوم أمس من يوم أمس القمعة ممنوعين من الدخول وقد تم ممنوعهم إلى اليوم وازالوا ممنوعين من الدخول لا يوجد هناك سبب أو مبرر المنعهم من الدخول سوى تعند هذه الميليشيات إذن يعتبر هذا المنفذ هو المنفذ الوحيد الذي لا زال الناس يقومون بالخروج منه رغم خطورته وبالتالي فإن إغلاقه يشكل حصارا خانقا على المدينة ويبقى السؤال الأبرز هنا إلى متى سيظل هذا المنفذ مغلقا أمام الناس الذين يحاولون اقتناء حاجياتهم وقضاء حوائجهم عبر هذا الطريق الوحيد حمزة أمين قناة بلقيس تعيز